شوكولاتة دارك برحب بكي مرة تانية ونرجع كلامنا ونرجع كلامنا عن زينة وزينة هي بطلة الرواية اللي كنا نتكلم عنها قلتي ان زينة قبل الفاصل اتعرضت للخيانة والسند اللي كان موجود في حياتها اللي هو كان جوزها مشي وسبها وده عرضها لأزمات نفسية كتير جدا خليني أفهم من كلامك انه زينة هي النموذج الإيجابي اللي بصرف النظر عن هي تعرضت لإيه بس وقفت على رجليها تاني وقررت انها ما تنهزمش وقررت انها تكمل انت كنت حابة توصلي الرسالة دي ده حقيقي انا كنت عايزة بوري دي مش نهاية العالم ان علاقة ما نكحتش دي مش النهاية دي ممكن تبقى بداية لحاجات تانية كتير حلوة وده فعلا ابتدت تحس ايه ده ده انا ما كنتش هقدر حقق ده لو كنت لسه في علاقة اللي معايا بيهد فيا طب ده انا دلوقتي بقيت احسن من الاول كانت بتقول لنفسها كده يمكن فيه تركيز في الرواية على المشاعر يعني كتير اوي انها بتطلع اللي جواها فده كان باين اوي انها بدأت تاخد خطوات كتير في حياتها نكحة وابتدت تشوف ايه اللي هي بتحب تعمله ابتدت تقعد مع ولادها اكتر تديهم زي كده طاقة ايجابية ما تحسسهمش باي حاجة مرت بيها تحاول دايما تعمل زي جو كده حلو لما تعرفت على الشخصيات كتير مروا في حياتها يمكن اكتر شخصية كانت مالك هي دي اللي بقول ان العوض بقى بالظافة العوض بقى مالك ده كان بالنسبة لزينا هو العوض اللي دايما بعد الست ما بتطلق وبعد الست ما بتمر بأزمات يعني بيجي كده حد بقى يطبطب على الموضوع يعني يطبطب عليها يعني يمكن قبل كده كان في حاجات بتعدي كده بس ما كانتش مناسبة بالظافة يعني انت كمان مش بس اديتيهم امل بزينا لا انت كمان اديتيهم امل بمالك ده حقيقي اه يعني انه النموذج الجيد بقى من الرجالة مش الخاين اللي طلقها والخاين اللي سابها لا هو الراجل اللي حبها والراجل اللي قدرها بالظبط كده يعني زي ما فيه الوحش برضو هيبقى فيه الكويس بس يعني ما تستعجلش ما تقولش ايه ده ده خلاص انا كده ده انا ما فيش حد ممكن يرضى بالظروف اللي انا فيها ده انا معي اولاد ده انا لا 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 خالص البني ادم هيحبك هيحبك زي ما انت وفيه حاجة كمان الحقيقة اعتقد ان انتي اكيد اتكلمت عنها انه احساسها بنفسها ما تحسش ان هي ست قليلة عشان اتطلقت او علشان هي ست الوحدها او علشان هي ام سنجل او ام من غير الزوج لا 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 خالص حانا الست بتحس ان هي فيه حاجة نقصاها فبتبتدي تضحي وكأنها يعني مفروضة ان هي اللي تقدم تنازلات لا لا خالص بالعكس هي مع الوقت اكتشفت لا ده انا ده انا ليه امتي كبيرة اوه اعتقد ان كل ست مطلقة مستنى مالك بقى هتستنى مالك اه اه كل ست مستنى مالك طبعا بتبقى حاجة يعني بتخلي نظرة الواحد للامور بتبقي سعيدة